اهلا بكم معينا في حلقة جديدة من اميرة في المطبخ على سي بي سي صفرة معاكم ان شاء الله من اربعة لخمسة النهاردة عندنا وصفات لذيذة جيدة ان شاء الله هتعجبكم هنعمل مع بعض النجراسكو وحنعمل مع بعض البقلاوة وحنعمل البطاطس او البطاطا اللي بتطوم والكسبرة اول حاجة هنعملها هتكون البقلاوة علشان نديها فرصة انها تدخل الفرن فعايزين البقلاوة طبعا جلاش لفة جلاش اي نوع انتو بتحبوه عندي شوية سكر شوية قرفة ومكسرات اللي انتو حابينه مكسرات مشكلة حابين تستخدمه نوع واحد زي فول سوداني او حاجة اوكي وعندي شوية سمنة وشربات الشربات هنا مقدار لمقدار يعني كوباية او زبدقة كوباية السكر لكوباية المية على النار وبعدين لما بيبتدوا يغلوا ويتبتدي الفقاخيع بتاعت الهوى تبقى اصغر شوية بنحط لهم عصرة اللمون ونحط اي منكه احنا عايزينه فانيليا حبهان زعفران ميت وارد ميت زهر برحتكم خالص ده بالنسبة للشربات وزي ما قلت لكم المكسرات طبعا حسب الرغبة اول حاجة هعملها هجيب كسرول احطها هنا احط فيها الزبدة وينفع زبدة مع زيت اذا حبيتوا ان انتوا تعملوا مكسما بينهم زبدة سمنة اي حاجة اللي انتوا عايزينه اهو وحستخدم كالعادة فرشة علشان اتأكد ان انا ما بشلش كميات كبيرة من الزبدة يعني ده بيخلينا نستخدم كميات اقل شوية اوكي نجيب بقى كده ده على جنب الشوية مش هنحتاجه دلوقتي والسكر هخلطه مع شوية القرفة والمكسرات زي ما قلت لكم حسب الرغبة اول حاجة طبعا الجلاش يكون ملفوف زي ما انتوا شايفين كده ومتكيس ما بنفكوش غير وقت الاستخدام على طول وإلا بينشف ويتكسر مننا وإذا نشف ما يجراش حاجة برضو هنستخدمه مش اخر الدنيا يعني وبعدين بالفرشة ااخد زبدة ابطن بيها الطبق وجناب الطبق وبعدين اقوم جايبة الورق بتاع الجلاش وابتدي احط وانا برس بتأكد ان انا بطلع الجلاش لبرا بالطريقة دي في كل الجوانب يعني الجوانب كلها هقفلها بورق الجلاش بالطريقة دي واسيب بقية الورق برا وما بين كل ورقة والتانية ادي مسحة من الزبدة نفس الطريقة لو احنا بنعمل جلاش حادق هنعمله بنفس الطريقة بالزبط والحشوة هيبقى حادق سواء كان فراخ سبانخ خضار جبن زتون عصاج ايا كان الزبدة خلاص كمان حط في عليها اهو انه مش عايزها تغلي انا يدوبك عايزها بس تسيح وبعدين ااخد الزبدة تاني هنا وبعدين هحط بقى في النحيتين التانيين علشان اطلع منهم الورق اهو واحط الناحية التانية كده وبعدين اقوم جايبة القعر بتاع الصينية افلاه بورق من الجلاش وهنا بقى ممكن نستخدم لو عندنا ورق مكسر نستخدمه او ناشف نستخدمه هنا اهو اعمل بيه كده ايه القعدة بتاعة الحشو وبعدين اقوم جايبة المكسرات الكاسترد المهلبية اي كان بقى الحشو اللي احنا عايزين نعمله بس يكون مش سخن ويكون ماسك نفسه يعني المهلبية او القشطة او الكاسترد يكونوا ناشفين ماسكين نفسهم ما يكونوش سايبين وبعدين اقوم بقى ابتدي اقفل الجلاش ابتدي ااخد بقى الزوايد اللي انا سبتها لبرة دي وادخل بيها كده ايه اطبقها على بعضها وادي زبدة واطبق تاني يمين وشمال اهو وادي زبدة وبعدين اقوم جايبة ورق جلاش سليم سايباء وقفلة بيه على الجوانب كلها كده بصوا ازاي اهو يعني اهي الورقة اهي وقوم قفلة الجوانب بالطريقة دي وادي زبدة بس كده شكرا نقطعها وندخلها الفرن تطلع تبقى هي سخنة والشرباط بارد واما قبلاهم ببعض اذا عايزاها طرية اغطيها بعد ما اديها الشرباط اغطيها عايزاها تفضل كريسبي اسيبها من غير غطا بس ده كل الموضوع نفتح الفرن وندخلها بس بعد ما نقطعها بسم الله لازم تتقطع قبل ما تدخل لانها لو دخلت الفرن وجيت اقطعها لما تطلع هتبقى كريسبي قوي وحتتكسر مني وحيبقى شكلها وحش جدا كويس وبعدين نقوم جايبينها بالعكس ممكن جدا طبعا تعملوها كمان بالسكر والقرفة بس من غير مكسرات تبقى ظريفة جدا برضو نفتح باب الفرن وندخلها بسم الله حزبط بس الفرن علشان يبقى أهدى شوي علشان تلحق من جوة تستوي متاخدش بس لون من بره وتتحروق وتبقى لسه من جوة الجلاش مستويش كده كويس ممتاز طيب أستاذ تماما ممكن نطلع فاصل ونرجع نشوف نجرسكو ولا وقتوكو ايه نطلع فاصل نطلع فاصل يلا نطلع فاصل ونرجع استنونا أهلا بيكم بعد الفاصل دخلنا الجلاش أو البقلاوة الفرن ودلوقتي هنعمل مع بعض النجرسكو علشان نعمل النجرسكو عايزين فراخ تكون مخلية من الجلد ومن العض تستخدموا صدور تستخدموا وراك تستخدموا ميكس براحتكو خالص وعايزين توم ملح وفلفل قرفة فلفل رومي وعندي شوية موتساريلا وعندي مكارونا مسلوقة سباجتتي شرايط ايا كان وعندنا شوية بشامال جاهزين دول تقال هنحطهم على الوش مع الموتساريلا وحنعمل احنا شوية خفاف دلوقتي للمكارونا من جوة وهنعملها بطريقة سهلة قوي في نفس الطاصة يعني وعندي توم مفروم مش عارفة قلت التوم ولا لأ اوكي يلا اول حاجة هعملها بسم الله هاخد هنا عندي زبدة من اللي احنا مسياحينها للجلاش نستخدمهم حرام شوية زبدة بسم الله الفراخ ملح فلفل اسود ارفة طوم مفروم فلفل رومي ممكن طبعا اللي بيحب حامي يحطها حامي ودي اضافتي انا للنجرسكو لنجرسكو لنجرسكو ما فيهاش فلفل المفروض بس انا بحس بيديها طعم محتلف خالص اللي ما بيحبوش ممكن يستغنى عنه يبقى زبدة ملح وفلفل ارفة وفلفل رومي وطوم مفروم ممكن بقى هنا تخطوا واحدة مستيكا واحدة حبهان لتنكيه الفراخ ممكن طبعا واحدة من المستيكا واحدة من الحبهان ممتاز ونقلب تاني عايزة الفراخ تستوي سوى كامل بس من غير ما تنشف عشان لسه هتخش الفرن واجهز لها معلقة الدقيق اللي هعمل بيهم الصوس الخفيف اللي هيبقى جوا نجرسكو نفسها فمحتاجة معلقة دقيق هنا ومحتاجة اللبن والكريمة اقربهم لي عشان هعمل كله في نفس الايه في نفس الواك واجهز بولة كبيرة اللي هخلط فيها المكارونة مع بقية المقادير اذا الواك ما كفتش لو كفت هحاول اعمل كله في نفس الواك عشان ما يبقاش فيه معين كتير لسه لازم الفراخ تخش في السوى تماما يعني مش عايزة بقى شايفة اللون البينك ده مش عايزة شوفه خالص معلقة دقيق وحقلب لحد ما معلقة دقيق تختفي تماما ما تبقاش باينة خالص ولا يبقى عندي لون أبيض كده باين خالص مش عايزة يبقى باين خالص علشان أضمن ان طعمه ورحته راحه وأضمن ان هو استوى وانه مش هيكلكع أقلب كويس قوي لحد ما يختفي تماما الدقيق من الموضوع وبعدين هقوم منزلها اللبن بسم الله الرحمن الرحيم دول كبايتين لبن 500 ملي وزيهم كريمة كوبايتين ما عنديش كريمة أميرة حطوا وش اللبن حطوا علبة أشطى اللي موجود حطوا أشطى من عند اللبان أشطى لباني براحتكم اللي موجود أهو وقلب ومطلوب أنها تكون سايبة يعني يا دوبك هتغلي غلوة واحدة بحيث تتقل عن كده سنة لكن أنا عايزاها تكون سايبة يبقى هو فيه جواه سوس سايب شوية هحط شوية جبنة جواه السوس ده وهي بتتقل كده وحسيب الباقي للوش مع السخونية مع الدقيق هتبتدي إيه آآ السوس ده يبتدي يتماسك شوية يمسك نفسه حاجة بسيطة ومش كتير يبقى كده تمام هقوم منزلة بقى عليها المكارونة مقلبة كله مع بعضه وحطة فيه الصانية وشوية البشامال اللي هم يعني تقال شوية هقوم حطاهم على الوش مع الجبنة طبعا انتو عارفين بنعمل بشامال ازاي على البارد اللبن في درجة حرارة الغرفة مع الدقيق لكل كوباية معلقة جبيرة من الدقيق نقلب كويس جدا نرفع على النار نفضل نقلب لحد ما يبقى بشامال بعد كده بنديره نصف كوباية الكريمة معلقة الزبدة وملح وفلفل وقرفة وجوست الطيب وهنا لسه مدتنيش اللي ايه الغالوة اللي انا عايزيها نبص على الفرن اه بصوا يعني ما فضلوش كتير فضلو دقايق بسيطة لان احنا عاملينه رفيع قوي زي ما انتم شايفين فمش هياخد وقت طويل اه ممتاز يعني نقول دقيتين كده ونطلعوا بقى ونديله الشربوت ايه الاخبار هنا يعني ها تبدأ اهي تغلي ها تبدأ تغلي عشان بس نتقل الايه السوس شوية وبصوا الجبنة بدأت تسيح اهي عاملة المبطة بتاعتها فنديها بس فرصتها تغلي ثواني والسوس يتقل ثواني وممكن في الوقت ده نضيف المكارونا كمان المكارونا طبعا هتققلها برضو شوية نقلب كله مع بعضه عشان هنحط كله مع بعضه في الطبق بتاع الفرن يمتازك كده كله مع بعضه طبعا لو تقلتوا السوس شوية ممكن تقدموها كده من غير ما تدخلوها الفرن وتبقى مكارونا بالسوس والابيض والفراخ وتبقى حلوة جدا برضو بس طبعا السوس هنا ياخد بقى معلقتين دقيق زيادة انا عاملاه مخصوص يبقى سايب علشان لما دخلها الفرن ما تنشافش ويفضل فيها سوس لكن لو هنعملها على النار بس لأ نتقل طبعا السوس شوية بمعلقتين من الدقيق زيادة ناخد بقى الكلام ده هنا بسم الله الرحمن الرحيم ممتاز ونفرد المكونات بتاعتنا كده رائع ونقوم جايبين شوية البشامال بقى التقال شوية اللي احنا عاملينهم للوش هطينهم هنا اتقال طبعا من السوس اللي احنا عاملينه جوه عشان يديني برضو طبقة كده ايه على الوش اهي وبعدين ننظف طبقنا كويس جدا عشان ما يبقاش عندي اي حاجة اه تتلاسوع جوه الفرن وبعدين امرصة اتجبنا على الوش امسح الطبق داير ما يدور كويس جدا واطلع صاجل الفرن هحط عليه الطاجن وادخلهم الفرن واعتقد في الوقت دا هتكون البقلاوة كمان خلصت لسه يعني هنطلعها هنطلعها حالا يعني بس مااخدت دا صاجل الفرن نحط عليه الطبق دا عشان لو اي حاجة نزلت منه بسم الله الرحمن الرحيم تنزل في الصينية ما تنزلش على الفرن وهنا البقلاوة تمام جدا بسم الله هتطلعها اه رائعة بسم الله الرحمن الرحيم دخل بدلها الماكرونة النجراسكو برضو الرف اللي في النص يا جماعة تحت وفوق شغالين هتاخد حوالي من ربع طاعة لثلت ساعة مش اكتر من كده لان كل حاجة مستوية وندي بقى البقلاوة دي الشربات بتاعها هي سخنة والشربات بارد في درجة حرارة الغرفة واقوم عاملة كده بسم الله الرحمن الرحيم بصوا الصوت دا هتسيبوها بقى من غير غطة هتطلع مقرمشة هتغطوها بأي حاجة بفويل أو بأي حاجة هتطلع طرية وجميلة حسب بقى كل واحد طبعا بيحبها ازاي وشكرا تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع استنونا اهلا بيكم بعد الفاصل طيب اول حاجة عملناها عملنا البقلاوة وطلعناها من الفورن قبل ما نطلع فاصل ودنا لها الشربات بتاعها وحطنا لها شوية عين جمل على الوش وقدمناها دلوقتي بقى دخلنا النجراسكو الفورن وحنعمل البطاطس اللي بالتوم والكسبرة البطاطس دي بنجيبها نقطعها مكعبات وده نوع مش حلو للتحمير يعني النوع اللي هو بيدي كرمالة جامدة كده ويديني لون احمر جامد كده ده بيبقى له نوع مسكر وطري ما يدينيش الارمشة اللي انا عايزها فاندت تخلوا بالكم البطاطس بتاعت التحمير وفي يوم ان شاء الله حبقى جيبلكم نوعين البطاطس قدام بعض واقول لكم الفرق ما بينهم لانهم بيبقوا فرقين في اللون وفي الشكل بتاع البطاطسية نفسها المهم حنجيب البطاطس ونقطعها مكعبات ونقليها المفروض تطلع من الزيت على التدبيلة اللي احنا هنعملها دي على طول احنا بس عشان نكسب وقت حمرناها ولو ان كنا المفروض ان احنا نحمرها معيك وصراحة طيب عندي بطاطس في المكعبات متحمرة كسبرة خضرة طوم مفروم كامون بابريكا نقطة زيت وسكر مسخنين الواء كويس وححط فيها معلقة الزيت زيت زتون او زيت دورة بيفضل زيت زتون في الوصفة دي لانها وصفة شامي وبعدين حنزل لها طوم مفروم بسم الله ملح فلفل اسود كمون بابريكا سكر كسبرة خضرة وقلب في الوقت ده يكون البطاطس على النار بتتحمر وقوم منزليها عليها على طول وتتاكل في ساعتها دي مش من الوصفات المفروض ان البطاطس يعني زيها زي بطاطس المحمرة لازم تتاكل في ساعتها وقلب وشكرا دي بالطبق نحطه فيها بس كده لكن نوع البطاطس اللي عندنا ده مش هو النوع المزبوط للوصفة خالص الحقيقة ده بطاطس طبيخ يعني تتعمل تتعمل صانية ما تتعملش ابدا محمرة مشكلتها مش بس في اللون والطعم ومشكلتها كمان ان هي ما بتقرمش ابدا بتفضل طرية فمش هتدينا النتيجة الحقيقة اللي احنا عايزينها وقادي الكزبرة فراش كده والطبق صوخ وشكرا وصفة سريعة ولزيزة ومختلفة وكلنا بنحبها في المحلات بتاعة الاكل الشامي اللي بنأكل فيها برا بتبقى لطيفة جدا ممكن كمان تتعمل حامية يعني مع البابريكا احط شطة فتبقى حارة شوية بتبقى حلوة برضو اذا حبيته بس كده نبص على الفرق ممكن بقى ايه نعلي سنة عليه لان خلاص يعني بدأت الجبنة تسيح اهي بس محتاجة اخد لون بسيط كده على الوش فعليت سنة كده ونركز مع بعض وخلاص هوا احنا ده اخر واحد اه صح اه نطلع فاصل ونرجع نراجع بقى ونعمل اعادة كده بمراجعة سريعة احنا عملنا ايه مع بعض استنونا موسيقى موسيقى او اه زبدة على زيت او سمنة على زيت وبعدين بالفرشة بناخد ندهن من الطبق كله ونبتدي نروس الجلاش وبنسيب اوراق الجلاش من كل الاتجاهات طلعة لبرا بعد كده بنتقل النص بشوية من ورق الجلاش ما بين كل واحدة والتانية بنديله مسحة من السمنة وبعد كده حطينا في النص شوية من السكر مرشوش عليهم شوية قرفة ورشينا شوية من المكسرات وبعدين بدأنا نقفل الجلاش وبعدين قفلنا بورق سليم من الجلاش ادينا له الرشة بتاعة السمنة وبعدين قطعناه ودخلناه الفرن لما اخد اللون من كل الاتجاهات واستوى طلعناه وسقيناه بالشرباط الشرباط كان بارد والصنية سخنة والشرباط عملناه بكباية من السكر عليها كباية من المية لما غلي على النار كويس ادينا له نص لامونة عصير نص لامونة واي مناكه انتو عايزينه سواء كان فانيليا مية ورد مية زهر ايا كان وطفينا عليه وسبناه لما هدي تماما بنعرف منين ان الشرباط جاهز بنعرف من ان فقعات الهواء اللي بتبقى على الشرباط دي بتبتدي بعد ما بتبقى صغيرة وكتير قوي بتبتدي تجبر نعرف كده خلاص انه بدأ يتكاسف بعد كده عملنا مع بعض النيجراسكو جبنا على النار سخلنا الواق حطينا معلقة زبدة نزلنا فيها الشرايح بتاعة الفراخ نزلنا عليها مستكا وحبهان وقرفة وملح وفلفل اللبنا كويس جدا لحد ما استوت نزلنا عليها التوم المفروم الفلفل الرومي المفروم وبعدين ادناهم الدقيق لما الدقيق اختفى تماما نزلنا عليهم اللبن والكريمة والجبنة الموتساريلا بعدين نزلنا عليهم المكارونا المسلوقة حطينا كل الخليط ده في الطبق بتاع الفرن وحطينا على وشه بشامال تقيل وجبنا موتساريلا تقدروا طبعا تغمقوا لون النجراسكو من الوش اكتر من كده انا النجراسكو بالذات ما بحبش اديها لون بحب اكلها تحس ان هي فراش خالص كده واكنها معمولة بالسوس على النار ما ده خليتش الفرن لكن طبعا دي حرية شخصية لو سبتوها تحت الشواية دقيقتين ازيد من كده هتاخد لون اغمق من كده البطاطس اللي بالكسبرة والتوم جبنا البطاطس اططعناها مكعبات وهي بتتحمر على النار في زيت غزير كنا احنا بنجهز معلقة من زيت الزتون نزلنا عليها بابريكا كامون سكر توم مفروم كسبرة خضرة مفرومة وبعدين نزلنا عليهم البطاطس تقليبة واحدة يا دوبك وقدمناها دي كانت وصفاتنا النهاردة بتمنى انها تكون نالة رضاكم تجربوها وتقولونا اخبارهم ايه ويتتابعونا على اميرا اشانا ببرنامج اميرا في المطبخ بالعربي على الفيسبوك cbc0.com cbc0 على اليوتيوب وعلى كل السوشيل ميديا احنا معكم يوميا من 4-5 على الهواء اعادة في نفس اليوم الساعة 10 ونص بالليل اعادة تاني يوم الساعة 9 الصبح دايما استنونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة